اشتركوا في القناة يعني مش اقل من مئة الف جنيه ايه الرقم المتخلف ده ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير ازاي يعني مالتي مليونير يعني ماينفعش يعني كان عنده مليونير كتير قوي كان عنده فلوس زي اللوز الرز ايوا صح الرز ممكن يبقى عدده اكبر طب يلا يا عروسة يلا نامي عشان هنزحى بقدري اوكي اههههههه أخوذ بالله مش شيطان الرجيم نيلي مالك يا نيلي انت طلعتي مجنونة ولا ايه متخفيش انا ببعمل مديت Region ايه بانه ايه ايه بالخطة ايه بالرجل اتنين ثلاثة اربعة مش ايه دي؟ مبدئيا اليوجا مش هب اتنين ثلاثة اربعة خالص اليوجا دي حاجة تانية والمديتيشن حاجة تالتة بس انا قلتلك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني اي و اللي هو اي يعني؟ بصي مديتيشن يعني التأمل يعني ان انتي تركيزي كل افكارك و احسيسك في بوزيتف ثوت في حاجة ايجابية وتفضلي تركيزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضية ما فيهاش اي حاجة طب ما انا اساسا دماغي فاضية ما فيهاش اي حاجة من غير محزق بالزيودة مش قصدي فاضية ازتافها كده قصدي فاضية يعني كلير، صفية، عندك سلام داخلي، ريلاكست لحد ما اللي تتحكم فيك وترجعي لها في كل حاجة نفسك العليا يا حبابتي يا نيلي انتي طلع عندك عليا ومخبية علينا طول الفتاة دي فقعتيني بنشوة الله يمسيكي بالخير يا نشوة وكتعامنا زي الكتب الزبط، بس هي با كان عندها عليا وسوفلة بس دي الله ومحفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها والله يباريك له عم عاطية خدم الجامعة هو اللي طلع منها العليا والسوفلة كله ايه يا بنتي اللي بتقول ايه ده؟ انا ما عنديش عفريت صدقيني يا نيلي انتي مش حاسة بنفسك هو ده قارينك قارينك اللي جواك اللي كان بيدحك زي نشوة بالزبط لان لو كنت بققعدة معا في الكافيه فجأة ليه هي بتضحك بس الدحكة بتاعي تأي باقي خشنة ايه؟ اه ها 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 ده السوفلة عشان انتي العليا حبيبتي أنا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الدحك يعني إن أنا أفضل أدحك أدحك قبل ما نام عشان أطلع كل الناجاتف أنيرجي اللي جوايا ولم نصح برضو أدحك قوي عشان أاخد بوزيتيف أنيرجي على فكرة الأجسسايز ده لو قعتي تعمليه لمدة ثلاث شهور أنت مش فاهم الناس هتقولك إيه كل حد هيشوفك هيقولك شريهين إزاي حلويتي كده إزاي وشك بقى منور وجلوين كده ثلاث شهور حلوة فيهم أيوة ده أنا لو أزبت أسبوعين بس على مسك جنين الأمح مع صفار بيدة هيبقى وش بادري منور كده هيبقى شابه مدام ميدل حلوة شريهين لحد حلوة وهنوقف الكلام بيني وبينك من فضلك نامي بقود في النور فصلتيني حيوينا حاهاهاهاهاها هاهاهاهاها انتي بتعملي إيه اه! معلل كومبينيشن! ميش عادي هانيل يا عمي ببيه! يا هبلة يا بنتي الهبلة! اخيبه فيلك انا اللي احبت تكون فيديه! يا ه Lu! ا типانوا بقى لما اكلموا! ايوا يا عب عزيز! انت في المينا؟ احنا وقفين عند البوابة اهو! خد نيلي عايز اتكلمك! اختي! اختي! ايوا يا زيزو! انت كمان وحشتاني قوي اه احنا مستنينك can't wait to see you ده مش فرنساوي على فكرة ده انجليزي باي لزج وغبي ومشلة ومعصب بص يا نيلي احنا هنركن بعيدة عن المخزن وندخل كلنا جوا وانتي تفضلي مع بعزيز الا حبل اللي انتي بتقولي ده تسابيني مع عبدالعزيز ده يعني ايه انتي عارفة لو حد عرفه شافني وانا وقفة معاه وافتكرني سحبته وعيبقى شكل ايه ده اللي همك لا بقولك ايه انتي لازم تفكي كده لازم تلهيه عنينا عشان ندخل نضوع على الفلوس وقال لي هنقبري نطلنا كل شوية ويشوف احنا بنعمل ايه لازم تميني مع الراجل وتدي له ريق حلو وما تسألنيش يعني ايه ريق حلو عشان اي مش عايزة اقرف ما انا مش فاهمة يعني ايه تدي له ريق حلو يعني انت اخديه على حجر كده اخديه على حجر ايه حيوانة انتي يا ستي انتي فاهمة غلط على فكرة هي مش اصدق اي حاجة عيب هي توصد يعني ان ده راجل حياته قصية ومملة فانتي يعني تتدلع عليه وتتهوني وتوري له مثلا حتة من الكتف حتة من السمانة حتة من الورقة كتفة ايه وتسمانة ايه هليل الادب ايه اللي انت بتقوله ده دي انسانة محترمة مش معنى ان بواها محبوس معنى كده انها ابيع نفسها ابيع نفسي ايه متخلف انت كمان يا جماعة انتو فاهميني غلط على فكرة ومكبرين الموضوع انا قصد يعني اننا مش عملين كل دهوت عشان الفلوس خلاص ماجوش بقى تلوقتي وتعصلكم خلاص خلي خطبتك بقى تباين الدبوس والسمانة ولا ولا ملكش دعو بخطبتي ولا بدبوس خطبك وش معنى انا ش معنى انت حبي بقى قولهم بقى مين انبارح لك ان مباين وركي وصدري ودبوس اعمل سوبرمان بس ايه اللي حصل امبارح خالي يا نيسة اللي واقف على طرف السرير ومصمم من اوي بس مفيش حاجة حصلت امبارح هتبيع نفسك اكيد مش هبيع نفسي وما اتتوهش ايه اللي حصل امبارح انا مش بتوه انت اللي بتتوهيه عشان انت عايز اتبيع نفسك بس 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 خلاص عبدالحزيز جي سكوته حتى مشيته كارثة شروخان قوي وبعدين هو لبس نضاع ليه بالليلة يا سلام هتبقى زوجة رجل مهم يا انت قاعدة قدام عشان تبقى اول واحدة تشوفيني شفت بقى طب خشي انت هتعمل ايه هاعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعة ورا هو عشان ما تزنقش الجماعة ورا هتوعد على رجلي لا يعني انا سوفايف بس خديني جنبك سوفايف ايه هو ميكروباز انا ااسف معرفش انها واخدة اتنين قدام هاعد ورا وعيني عليك اوكي خشي جواب باش عشان نزل قريبا ادخل يا سامي اهلا اهلا افتح يا ابنك ايه اوكي ايه اوكي اتخل ايه 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 بس هنا يا ستسيل بس تفضلوا ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه متشكرين قوي عب عزيز تعبناك معانا خليك انت بقى هنا عشان ترقب لنا الجولة وفي حاجة تقول لنا وانت يا نيلي خليك هنا مع عب عزيز عشان تونسيه طبعا انا تحت امر عبدالعزيز طب يلا يلا بينا احنا قبيعي نفسك يا نيلي بس بقى بطل خلاص ما تزبلوش العربية اوكي يلا انشاء شرهين خلي بالك على جاكت بتاعي اوعي حصل له حاجة هاي زيزو تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربية والله سواء المحير اخاف اقولك ونسيني هنا يطلع الونسة في العربية احلى اخاف اقولك ونسيني في العربية يطلع هنا احلى طب ما تجي نجيب العربية هنا ويتونسيني هنا في العربية انا مش فاهمة منك حاجة تعال ترمي هنا الحلوة واعي يا معلم مو كنت بعد عني شوية يا سلام من عيوني لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك فاهم يعني ايه سبيس؟ ايوة فاهم طبعا من عندي كمبيوتر سبيس يعني مسترة ايه؟ اهو؟ المخزن اهو؟ ايه؟ يلا يلا الكنز بقى فاني علبة في العلب دول ورنين كده؟ فانتي الكنتينر اللي مرسومة في القصة مكتوب على رقم 19 يعني الكنز في الكنتينر هنا مرسومة على رقم 19 لا 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 احنا ندور على المكتوب على رقم 19 انت غابي مانا لسه ايل كده ما تعملش نفسك زكي انت غابي غابي بس عملي انت عمال بتتكلم بس يوه احنا جايين ندور على كنزي يعني مش فاضين اللعب العيال ده يلا موسيقى يا سيفي يا عم خضيتني أنت خضتيني ممكن نشير الكشاف دي من على وشك عشان شكلك مرعب اوي بتخاف بس ما تخبق فينش ما ترعبنيش مش نا عيس انا طب بقول لك ايه لقيت حاجة لا ما لقيتش هي حاجة ولا انا طب فين هاني مش عارف هاني هاني انت زف ايه لقيته حاجة لا وانت ماذا؟ مفيش حاجة طب كملوا كملوا ماشي بس انا واخد على خطري يا بيت يا ننة اولا انا مش بيت ومش ننة يعني ايه واخد على خطري؟ يعني نفسيتي تعبانة جود فوريو خدت والله خدت جود فوريو وبنادور كوند فلو ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك ليه يا زيزي هو ايه اللي حصل؟ بابعتلك طلب صداقة على الفيز وانتي ما تقبلوش انا مفتحتش فيسبوك من امبارح ما لش انا اسفه لا بيفتحي وابصي على الكمباوند بتاعي ابص على ايه؟ الكمباوند انتي ما عندكش كنباوند على الفيز؟ هو اللي على الفيز اسمه كنباوند؟ اه معروفة ولا على انستجرام كنباوند برضو؟ ولا على تويتر اما اللي بنسكن في اسمه ايه؟ لا دابلوكات ابقي بس افتحي كنباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحجان ألف سلام عليك توي فايزت ولا ايه؟ انا لا بتديني على رقم تسعتاشر ده مش لايه خالص يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني؟ مستحيل الرقم اللي موجود في القصة رقم تسعتاشر يوه هو جدي ده غوي فرهادنا ودايما نيفق عمارتنا بفزلكتو دي استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي راجل تافه اصلا ما تحتاجم نفسك يا دي انت ياه؟ انت لسه شات ما جدك من شوية قدعي على جدي واقع اللي يقول امين انا ما قلتش امين انا قلت انت بتقوله ايه؟ ده انت لو مالشين في سوق الروائي مش هيبقى لحوار كده يا جماعة احنا بندور على كنز كنز شوفوا هنعمل ايه؟ انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جوا ايه؟ نفتح كده؟ هي عيلة بتونة احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين تلاتة طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا هافتحها بس همش فاهمي يعني اعمل ازاي؟ يظه ما هيكناتر هي وايد دا كونتر، ودى كونتر، ودى كونتر لا دي كونتينرز زر ذا؟ كونتينرز مش كاناتر يظه كاناتر يظه، ملك ترك ده ليه؟ كاناترة، زي كاناتر الخيرية حائلو اسو اسوه هاني شرهان تعالوا شقلبوني نعم بقولكو شقلبوني شقلبك دقيقة ما تزبط كده خلاص ما انشقلبنيش انا عرفت الحل الحل بالمقلوب ما فهمناش حاجة يا ابني سهلة وبسيطة تعال شقلبك عشان تفهم تعال طب ما تيجي انا شقلبك شقلبة مش هتعرف تتعدل بعدها انت فهمت ايه مش قصدي على فكرة فهمت الي في دماغك لا مش ده الي في دماغي يا حبيبي بس انا فهمك الكونتينر رقم واحد والستين دوت هو الي فيك كنز مش هتفهم انت لما تقلب الواحد الستين دي هتبقى تسعتاشر الرقم الي موجود في القصة زي كل الغاز ميكي الحل بالمقلوب يس 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 موسيقى موسيقى الجو هاتي خالص موسيقى 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 بس نشدرغازي برافو برافو يا هاني ايوه برافو جدع يا هاني يلا يلا لا انا مش هادر ادخل ليه اصلا عندي فوبيا من الاماكن المغلقة ولك ايه مفيش حاجة اسمها سوبيا الاماكن المغلقة هي سوبيا الرحمنى بس لا فيش فوبيا في حاجة كترة تانية حلوة بس بصراحة مفيش احسن من سوبيا الرحمنى اللي في السيدة اللي في السيدة بقى لا وفيه فيه تاني واحد تاني في شارع المعز اه ده عنده حيوه وتخلصونا بقى في ام اليوم لحبل ده يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقة لان قبل كده انا صغير اصلا اتقفل علي اصانسير وانا وهو بقى وانا كنت في الاساسم مش لوحدي بقى كان معي ايه بقى وتقفل علينا كان معي شانطة سفر سبحان الله وانا بردو وانا صغير بردو كنت بلعب السغمية فاستخبت في الفرن وهم كانوا مشغالين الفرن ساعتا بص هنا حتى هتلاقي حرق كده هو صغير جا اهو لا مفيش حرق فيه لحد خميرة ما انو كاننا عاملين كيكا اقسم بالله لو ما اسكتوش لديكم بالجزمة دي على جمعكو وانت ياضي يا سيكي ميكي انشف شوية يلا ادخل بحاطة يلا متخافش متخافش يلا لا يلا ايه يلا خوش لا وتخافش متخافش واحدة 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 الواحدة وحدة واحدة يلا يا هاني ايه تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة حاضر حاضر اه انرحق ايه ما كان معطرب يبق بعد اوه لازم يبقى مترب انت بتقول ايه يا ابنة شوفك الامر الصندوق اهو إثن شو شو؟ ها فاستني الفرحة اهو محلو بس تغسل بس هيبقى كوي ايه ده؟ ايه؟ لقيت حاجة؟ مفيش كنز وفي ده يلعن ابو كده يا شيخة ما تلبي نفسك يا ده انت لا هوا مش قصده هوا كان قصده قول بس يعني ان جدك هيف قوي ما تحتاجه من نفسك انت جمهان اهوا ما يصوتش وقصده ان جدك ده بن ما بس بقى يا ده انت وهوا وخليني اتناهي لحل الكلمات المتقاطعة يا بيه بنعي سمحكي جده يا بيه هه اغف اخذت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه اه ايوه سمعت في حاجة انا مسمعتش حاجة اما انت مخدود ليه؟ انا انت المخدود على فكرة ايوه لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت حاجة خيلتي بحاجة بتعدي ايه بقى بيت هيقلك ايه بقى بيت هيقلك اما انت بشفتش؟ ما شفتش حاجة انت تكذب على فكرة مش هنخلص النهاردة؟ هم الموظفين كده نيجي نخلص شغلنا يعقودوا يحلوا الكلمات المتقاطرة لا يا اخويا سبعة ايامة جيلها كل عزل الوقت ادارة تانية او مش عارف ايامة ا؛ تسوى كمان واصدها ادي بقى جمزة على المحمول بحب ألعب كل حاجة يعني الطير الغضبة المزرعة السعيدة كيف تحمي التمساح مفيش لعبة اسمها كده الزايدة مشهورة عندنا يديك شوية مية وتعود يتحفر للتمساح لحد ما يوصل للمية يشطف بها واسمها على الستور كيف تشطف التمساح أيوة بس بالإنجليزي كيف تشطف اللاكوز بقولك إيه أنت عمرك صحبت قبل كده يعني فيه بنت في العالم حبتك قبل كده بص إكملني يعني وض أمور وشيك فتلاقي بنات العالم كلهم علي كده لأ أنت شيك قوي بصراحة مرسي عجبك اللا صفر؟ تحفى كنت متأكد أصلي ماشي معلون شعرك طب أقولك حاجة عارفة كل تقليعات عمر دياب قولي بقى أنه أخذها منك لأ كنت أقولك حلوة عادي أنت ليه شايفاني كده لأ خالص وانت ما قولت ليش أنت صحبتي قبل كده أنا صحبت كتير جدا الله بعشة يا الست الخينة تاخد تشطف التمسيحة وتسكت شوية حبيبي يا لكست هيا يا أمي فهمت حاجة؟ لا بس اللي فهمته من الكلمات المتقطعة دي أن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي وفي واحد راجل عايز يشتريه منها عشان يديه لمراته في عيد جوازه العقد ده ضع فضلوا يدوروا عليه كتير قوي وفي الآخر بقى اكتشفوا أنه لوز نايم على العقدة في المزرعة كان عامله مخدة يعني طيب يا جماعة تمام احنا نطلع على المزرعة وأكيده هنلاقي العقدة هناك نطلع على المدد في مدينة البط طيب إيه يعني بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة في الفيوم مدينة البط ابني الفيوم قريبة احنا نركب من رماية أي حاجة ما بس بقى لقد يا ظريف انت وهو احنا مش فهمين حاجة لازم نلاقي حد بيفهم ما هو يا إما عمي بوده يا إما عمي عبدالله يا جماعة استاهدوا بالله انتوا اليأسى ركيبكوا ليه احنا نشوف المجلة العلد ده فار 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 مين ده؟ يلا يلا ممشي أنا قتلته لا يلا أنا قتلته أنا قاتل لا لا انت مش قاتل ده كان دفاع عن النفس أنا قاتلته ده لا لا ما تخافش لا مش انت مش قاتل يلا 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 بسرعة يلا بسرعة يلا اتحرك هاني سنة هاني